خلود ايه اول عمل عملتي مع ديزني؟ انا مش فاكرة اوي بس هو اول عمل مهم عملته مع ديزني كان توي ستوري فور اوكي كان ديجل وفرق معاكي اوي ده؟ اه لان هي شخصية مجنونة جدا ودمها خفيف وابتتحك تول الوقت وهي خبيثة جدا برضو فكانت لطيفة محتاجة تمثيل ومحتاجة طاقة وحاجات زي كده فكتت مبسوطة بيها جدا طيب انتي ممكن تقوليني صوت كمان حدا من توي ستوري توي ستوري جيجل مثلا هي هقولك الموضوع ده مهم جدا هي طول الوقت بتتحكب بس فهي طول الوقت هتلاقيها بتتكلم لا 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 بص بقى ممكن تغير الموضوع ده وبتبدأ طول الوقت وممكن تدخل في النص بين الكلام يعني بتبدأ تعمل مشاكل في النص بس بخباسة يعني صوسة هي اه على فكرة هو قالي ان شعرك مش حلو وبعدين هو يجي فتقول اه 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 انا ما قلتش حاجة تروح دحكة وماشية مثلا فهي مجنونة جدا الناس كتير بيفتكروا ان الموضوع ان انت تعملي شخصية بصوتك دي حاجة سهلة جدا مع ان هي صعبة جدا ان انت توصلي للناس بصوتك شخصية كرتونية يعني هي فيها تمثيل كتير جدا هي فيها صعوبة لان انا من زمان برضو كنت بمثل مسرح من وانا طفلة وبغني فكت فكرة ان الموضوع سهل الموضوع مش سهل خالص لانه فكرة انه الانسان يمثل قدام ومثل حتى لو مونو دراما على مسرح بيبقى فيه روح لكن الدبلاج انت في قوضة مقفولة كلها اسفنج ومش عارفة ايه قدامك مايك بس بس انت ما بتبقيش شايفة المشهد بشوف المشهد بس ما فيش برضو فكرة انه حد قدامك بيديك طاقة وبعدين اللي بيكلم بيكلم بلغة تانية فحتى لما انا هيجي اعمل الاداء بتاعي لازم اعمله بلغتي انا فالفلو بتاع الجملة هيبقى مختلف طبعا ده بيبقى صعبة قوي صعب جدا بس هو في النهاية لما بنشوف تركبة المشهد بقى كاملة بتبقى خطيرة جدا انه ايه ده الله ايه ده حلو قوي كده يعني ترجمة نانسي قنقر